أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم السبت على ندوة الوطنية للجامعات وأوضح الوزير أنه سيتم تقديم كل النتائج التي حققت في عدة محاورة استراتيجية تمت برمجتها جميعا وانطلق الوزير من المجال البداغوجي قائلا أن التعليم العالي سواء في الجزائر وحتى في البلدان الأخرى يخضع لثلاثة مظاهر أساسية ويتمثل المظهر الأول في رغبة عدد كبير من الطلبة من التعليم العالي والمظهر الثاني في تنوعية التعليم العالي فيما يتمثل المظهر الثالث في إذراية التعليم العالي مما يتمشى مع متطلبة العصر